أثارت الإعدامات في العراق والحديث عن قوائم جديدة قيد المصادقة جدلاً سياسياً ومطالبات لرئاسة الجمهورية بعدم التسرع في المصادقة عليها وسطت أكيدات على أهمية مراجعة ملفات المعتقلين وتدقيق الطعون التي تثار الشكوك بشأنها أضع النائب عن محافظة ديالا رعد الدهلك إلى غدم التسرع في تنفيذ أحكام الإعدام مع معلومات عن إرسال قوائم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على إعدام 500 معتقل في السجون لم تكن موفقة لعدة اعتباراته أولها عدم حسم مراجعة ملفات المعتقلين وإن تلك الخطوة لا تنسجم مع تفاهمات الاتفاق السياسي الذي تشكلت من خلاله الحكومة وشدد الدهلك على أن هناك العديد القابعين خلف قطبان السجون هم ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة أو الإدلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب وهناك لجان مشكلة لتدقيق ومراجعة جميع الطعون في الأحكام الجنائية المتعلقة بتلك الملفات